هل تريد كتاب تفسير سهل جداً يصلح للتدريس في البيوت والمساجد والمدارس؟ عليك إذن بأيسر التفاسير الذي كتبه الشيخ جابر بن موسى بن عبدالقادر أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى بيّن الشيخ سبب تأليفه للكتاب فقال نظراً لليقظة الإسلامية اليوم فقد تعيّن وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد من كلام الله وبين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم نبين فيه العقيدة السلفية المنجية والأحكام الفقهية الضرورية مع تربية التقوى في النفوس بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل والحث على أداء الفرائض واتقاء المحارم مع التجمل بالأخلاق القرآنية والتحلي بالآداب الربانية ومنهج المؤلف في الكتاب يساعد على تقسيمه إلى دروس تلقى في البيت والمسجد والمدرسة حيث يفتتح السورة ببيان عدد آياتها وذكر كونها مكية أم مدنية ثم يقسم السورة إلى مجموعة مقاطع كل مقطع يتكون من آية أو عدة آيات على حسب وحدة الموضوع فيبدأ بشرح الكلمات ثم يتبعه بالمعنى العام للآيات ثم يختم ببيان هداية الآيات ويسوق تحتها ما يستفاد من الآيات بأسلوب دراسي وعظي وهو الغرض الأصلي من تفسيره ويتميز الكتاب بما يلي أولاً الوسطية بين الاختصار المخل والتطويل الممل ثانياً اتباع منهج السلف في العقائد والأسماء والصفات ثالثاً عدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية رابعاً خلوه من الإسرائيليات إلا ما لا بد منه لفهم الآية الكريمة خامساً عدم ذكر القراءات إلا للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على ذلك سادساً الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة سابعاً الاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وقد وضع الشيخ على كتابه حاشية مفيدة مكملة وسماها نهر الخير على أيسر التفاسير وقال عنها أو دعت فيها مع مراعاة الاختصار بعض ما يرغب طالب العلم في معرفته من شاهد لغة أو بيان أو أثر جميل أو مستند حديث جليل أو كشف عن وجه لآية ذات وجوه أو الوقوف على سر من أسرار القرآن وأهم من ذلك تصويب رأي أو تصحيح خطأ وقعا في التفسير مع إزالة إبهام أو إضافة بعض الأحكام لا تنسوا الاشتراك بقناتنا باليوتيوب ومشاركة مقاطعنا عبر وسائل التواصل المختلفة نشرا للخير ونيلا للأجر فالدهل على الخير كفاعله